السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة في أصبع كل سنة والأمة الإسلامية طيبة وخير بحلول شهر رمضان المبارك الرياضة حاجة أساسية في حياتنا إيه هي الرياضة أو إيه بالأخص إيه هي رياضة كرة القدم كيف نمارس التمرينها إيه هي الفوائد اللي بتعود على الجسم من تمرين أو من رياضة كرة القدم إيه هي التغذية المناسبة في فترة التمين وقبل وبعد ده اللي هنعرفه مع ضيوف حلقتنا النهاردة بس قبل معرف مشاهديني بضيوفنا أحب أرحب بزميلي إلى أستاذ هشام أهلا بحضرتك أستاذ هشام أهلا بيك يا أستاذ معه وكل سنة وحضرتك طيبة وكل سنة وقناة صح وجمال طيبين أهلا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنت في كل مكان ببداية حلقتنا أحب أهلني كل أمة الإسلامية ومصر حبيبة بشهر رمضان المبارك كل سنة ومتطيبين ودائما بكل خير وسلام حلقتنا النهاردة إن شاء الله يتهم كل المشاهدين لأنه يتخص فئة فئة كبيرة من الجماهير اللي هي الرياضة الرياضة هي حاجة جميلة جدا بس الرياضة بتحتاج فريق أعمل إيه هو فريق العمل هو فريق قسم من ثلاث أقسام يحتاج نظام تغذية ويحتاج برضو نظام اللي هو نظام الرعاية الطبية قبل ما نتكلم ونحور مع ضيوفنا نهرح بيهم الكابلن خالد بربري صاحب الأجنمية وي كانس بورد أهلا وسلام بحضرتك أهلا بيك يا أستاذ الشيف العمومي الأستاذ الفاضل أستاذ غير رسلان أهلا وسلام بحضراتكم أهلا بيك يا أستاذ أهلا وسلام بحضراتكم كل سنة وطهيبين منوارته البرنامج وكما شكرا بداية حديثنا نحب بس أن نعرف من الكابلن خالد كرة القدم تهمي عدد كبير جدا من المشاهدين وليها حيز كبير من الجماهير حضرتك صاحب أجنمية وطاريخ طويل ونموذك مشرف مدرب وقابلية كنت لعب نعرف من حضرتك أيام التدريب وأيام كنت لعب تاريخي أو تاريخ حضرتك أنا بدأت في نادي باسيودة وانا سيلي 16 سنة وأول ما نزلت عن الملعب أثبت وجوتي يعني أول مباراة اسمية ليا حطيت جهول كنت لسه ناشئة صوية في النادي يا حضرتك نادي باسيودة الديارة نادي عريق ده مقره فينا حضرتك مقره في ده باسيود نادي الكابتن محمد صلاح بدل الكابتن محمد صلاح بدل الكابتن محمد صلاح والنادي برضو وفي نادي تالي تهل باسيودة بلا أنا موجود فيه دلوقات عضوة صدارة ده بقى اللي طلع محمد صلاح طيب كابتن خالد هل كروت القدم بيبقى ليها سن معين إن إحنا نبدأ نعلم أطفالنا تدريباتها تدريباتها أو تعريفهم على تدريبات رياضة الكرة القدم؟ الكرة مالهاش بقى أول الطفل بقت ولد لو عنده سنتين اتنين بس فيه أولاد بيبقى بيبقى حصوى زي بيصابون كده في الفلاحين عندنا حصوى حصوى يعني جامع بتليقى وايف علي اللي على الأرض تنمية بس محتاج تنمية اسمها ايه؟ تنمية محتاج تنمية بيبقى لسه صغير لكن هو بالتوجير وبالتمرين يشتغل والتمرين للطفل الصغير أحسن بالكبل كمان الصغير يستجب بسرعة بتهيال عشان عضلات كمان الجسم واليقى البدنية زي النبتة الصغرنانة اللي في الأرض بتطلحت لها تكبر تكبر بالغزة والكماوي والأسمدها والمية يبدأ الزرعة تكبر بسرعة الأكدامية اللي هم بحضرك شاملة فئة معينة من المرحلة العمرية ولا فئات؟ ولا مجموعة فئات؟ لا يا جميع السنون جميع جميع الأعمار نحن إن شاء الله في الفترة اللي جاية إن شاء الله هنبدأ نعمل مجموعة موهبين تشوف مواهب مواهب هنطلع المواهبين اللي فيها تنمية مهارات واللي مش موهوب هنقوله شكرا عشان نبدأ نشتغل مع المهبين نبدأ نسوق للأندية اللعيبة اللي احنا عايزينها طبعا اللي مصري محتاجها مصري محتاجها هتوازي بقى إن مع الشيف الأستاذ خير الرسلان بالنسبة بقى للنظام الأغذية نظام الأغذية كل مراحل عمرية بتحتاج نظام غذية مخاص لها؟ والله كان معنا خلطك بالنسبة للأطفال أعمارهم بنميزهم بفطار يكون جيد يعني لو ثلاث طمرات مع علاقتين عسل نحل ممكن نعملهم بودنج ممكن نعملهم نخلهم مفي أي نوع من أنواع الحلو الجزء لازم يعني بيبقى مهم جدا اللي هو الحليب صباحا بالليل أو الظهر بنعمله واجبة اللي هي الصلاطات اللي الصلاطات دي حالتك بتبقى اللي هي من أهم العناصر اللي هي المتوفرة فيها الحديد والبتاسيوم والكالسيوم فيها برضو زي الدراسات العلمية اللي هي حصلت قبل كده يعتبر في ألمانيا ودول متعددة كان يجيبوا الملوخية الناشفة دي برضو من العناصر المهمة جدا بنحطها كنوع من الحشو البسكوت دي بتبقى لها بنعمل ذاتة كاملة لكن للكبار طبعا بنهتم بهم أكتر أكتر في الواجبات النوع من أنواع السمك في الغدا نعتبر الطبق الرئيسي اللي هو الصلطة نحبب الصلاطات دي ممكن احنا فيه ناس عايزين نحببها في التمينات اللي هي مهمة للجسم بنعمل حاجة دريسنج لان انا لما دخلت على صفتها برضوك جبت أنواع سلطات كتير لازم نتكلم عنها بس حبا نحن لما نتكلم عنها نتكلم عنها صوت وصورة زي ما بيقول أكيد بعد إذنك أنا بس عايز أعرف من كابتن خالد دلوقتي زي ما شيف خيري قال أن السلطات وجبات مهمة واللبن أو البروتينات حاجات مهمة بالنسبة للرياضي إمتى ندي لعبر الكرة القدم أو الرياضي الوجبات الغذائية لي؟ يعني مثلا فيه وجبات مناسبة قبل الرياضة وفيه وجبات بعد الرياضة ولا إيه؟ لا التبليل هو الناشئ نتكلم عن الناشئ الناشئ الصغير مش كده ما نعمل بها الناشئ الصغير بيشرب لبن ونكسب في اللبن اللبن ده عامل مهم جدا بالنسبة للحليل الحليل الحليل الطمر زي ما قال الحاجة خيري أيوما حضرت الكابتن الطمر ده حاجة مهمة جدا موزي ملح كله حماها جبن القريش جبن القريش بتقدر يا كابتن تقنع الطفل لما بيكون الأطفال الناشئين دي لما بتيجي تتدرب وتتمرن بيبقى في صعوبات في مواضيع الأكل بتاعتها بتقدر تقنع الطفل إن هو يستقبل من الأهالي في البيت ياخدوا إيه الأكل من أمهاتهم عشان دي حتى تتعباني أو بصراحة نسبة بس بس اللي هو يقولي مش حاكل الحاجة دي يتقوه مش حيبقى فيه ما عندوش نفس الأكل الناشئ اللي طبحته لما بيجري وإيه مرة نفسه بتتفتح بهاكل وبعدين المدرب بيكون مقنع بيحرق المدرب هو اللي يقنع الناشئين الصعيين يكلم وقول له هو أنا هقول له ماما لو ما كانتش عاجاة مش هتتمرن معايا مش هتتمرن معايا مش هتزاك التأسيمة يبدأ يضغط لي بحاجات معنوية داخل الملعب هو هينفذ كلام الملعب وبنساعده عالجر ناشئ برضو طبق تسجين حالو كده بنزيله الطبق بنحببه فيه بالنسبة للبرنامج التدريبي بتحضرك في الأكديمية طبعا احنا عارف المرحلة انت عندك مراحلة عمرية مختلفة كل مرحلة بالنسبة للتدريب بيبقى ليها تدريب خاص بتحضر كل مرحلة سنية لها تدريب يعني الصغير اللي خمس سنين وست سنين اللي هو مرحلة اللي هو تدريب معين خفيف ما التكاش عليه في التدريب ما جريش كتير ما قدلوش أحمال أقوى من تقيلة عليه بحيث اللي استجسم نبتة صغيرة محتاج تبريب خفيف قبل كل سن قزيت شوية ازود له الحمد شوية القزيت شوية يعني خمسة لو خمسة وستة وسبعة لانه وتمانية تمانية وتسعة وعاشة وتمانية الحداشر وتمانية تبدأ خش بقى الناشئة بقى الكبارة يبدأ بقى يخش في مرحلة النوضج اعلي بقى في عامل مشترك بين النزاب التغذية وبين التدريب في الاصابة الاصابة لما يكون فيه لعب نصاب ايا كان في مرحلة عمرك بيبقى لين من النزاب التغذية معين؟ المصاب المصاب حدتك الاول بيستقبله اللي هو العلاج الطبيعي ده طبعا ده اكيد البداية بعد كده احنا بنبقى مستعدين بشربة يعني من الشرب اللي هي بتبقى يعني مفيدة في اسناء الاصابة هل احنا ندلو ايه؟ الدكتور التغذية معنا بننظمه اللي هو العناصر المهمة في اسناء الاصابة بيبقى مسؤولها من عملية دي الدكتور اليابر تغذية والاج الطبيعي وساعة الاصابة بعد الاصابة يا كابتن خالد بيبقى ليه تدريب خاص بقى تدريب خاص لوحده تدريب منفرد طيب انا حابة برضو عارف مشاهديني مش متأهيل كمان لا ولا يهمك يا كابتن انا حابة عارف بس مشاهديني عن حضرتك اكتر بحيث ان ممكن يكون العمر واضح ان هو يعني رب ناذج صحة بس اللي اقل بدناها عن حضرتك عالية جدا وده موضح من السور اللي احنا بنعرضها ومن وجود حضرتك معينا يزيرة سيرة بسيطة او مختصرة كده انا هكو انتهى يعني من معرفتي بحضرتك كابتن خالد هو لاعب كرة قدم بنادي بسيون الرياضي ونادي شبرخيط الرياضي مزموط كده ونادي اتحاد بسيون الرياضي تاني اكبر لاعب في العالم تلاتة وستين سنة بسم الله ما شاء الله بناديك الصحة ومازال يمارس التمارين معنى كرامي ايه ان العمر ما بيوقفش الواحد عن الرياضة الرياضة هي اللي بتدي الواحد صحته قاسب حضرتك تكمل عن السيرة الزاتية اتفضل الاستورة دي امي سي برضى حضرتك بنا بديني موهبت الجسم موهبة جندة جدا جسمي خريف وانا بقى محافظ علي اقدر يعني مش خفيص انا بقى معوك في الاكلة وان انا بنام كتير منظمه وهو جسم البني ادم دي امانة معي انهو لما انت بتنظمه على اليقة البدنية وعلى الرشاقة وعلى بنية العضلات نفسها ده ما شاء الله اكيد بيبن بقى او بيفرق في كبرى السن فده اكيد حضرتك توصله عن طريق الرشادات انت بتتباعها انا انا دكتور نفسي دكتور نفسي انت خاصة نفسة بنافسة انا دكتور نفسي انا ومدرب نفسي انا لانه نايت كتير فبعرف ازاي اوصل نفسي الاعلى مرحلة من اليقة البنانية يعني لما بعد انزل الملعة احيانا انا كنت وضع مثلا كنترول اغيفي البيليوم بيدعب الكرة خالص ما اتمرنش ابدأ لاجي اسمي بقى ايه ابدأ يريح ابدأ بقى برنامج تدريبي منظم اجري ازود 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 انا ما اوصل لأعلى مرحلة من اليقة البنانية وقافزوا كل شيء تاريخ حضراتك لاعب طويل يعني انا شاكمه مش نهاية لا انا ببدأ حياتي انا جاية في انا اي الصحفيين تقولون ان انا ببدأ حياتي من سن 63 انسان بداية كاين انا لسه عن اسلام لا يمكن وكمدرب حب حب المجال حب الكورة عند طم خطف الكورة ليس لا حدود عند السادات ده أسافر بره أوروبا واشتغل هناك معمل اللي ما حد كان لسه لا شيء صغير طب نكمل النفسة بقى بتاعة تاريخ كابتن خالد بربري في مع المشاهير يعني احنا لنا مشاهير اللاعب الكورة برا لعبة عالمية نفتخر بهم بصمتك بقى بصمة الكابتن خالد بربري مع المشاهير الحمد لله نادينا نادينا الحبيب التهالبسيون ده مطلع لعبة على أهل مستوى تلاتة محترفين على مستوى العالم محمد الصلاح كابتن محمد الصلاح مشرف نصف مشرف نصف ده يكفي فخر وكل نجري بلده حبيب التاني أحمد المحمدي قرية جنب من قرية محمد الصلاح منهم خمسة كيلوه الاثنين جدان هم دول مشرفين مصر كلها في النيلترة التالت بقى على عيد ده العيب لعف بوتروجيت ولعف قدية كتير في القاهرة هنا وبدأ في الاخر المنصورة وقعد معنا بمسيق عمل أكاديمية وشغال معنا طب انا عايز حضرتك كابتن تكلمني عن التدريبات اللي شغالة معنا على طول ديت علقلي على حاجة منهم بتتعاملوا مع الأطفال في التدريبات بصعوبة ولا بيستجابوا معاكم من أطفال متعة الأطفال بينفزوا لأنهم بيحبوا الكورة صغيرين بيحبوا الكورة اللي الطفل اللي الناشئ اعمل كده هتليه يجري عايز يعمله الكبر ممكن يكسب شوية ليه الكبر خلاص شبع لنما ده لسه إيه حابب لسه بزرق حاب الحاجة دي عايزة عايز يوصل عايز يدبر بينفز القليل بقى اللي هو يعني امكانياته الفنية بيبقى معروف إنما معظم الموجود الموجودين بينفز اللي عايزي بكله طيب برضو زي ما حضرنا سيرة ذاتية عن كابتن خالد برضو أنا مقدرتش أحضر كتير عن أستاذ خيري معينا الشيف خيري طبعا الشيف حصل على كان في حفلات كتير وحصل على تأديرات كتير او انا عايزة حضرتك برضو او احضرتك انا خدت يعني جميع الفنادق اليها خمس نجوم خدت مكافأة مالية عن تنظيم أكبر حفلات على مستوى الشرق الأوسط ساميرا ميس أمتر كونتنا شهدت شكر وتقدير في جميع الأقسام كنت أمثل برضو في مستقبل هي مسابقة أولمبياد خانسين وألفة ألفين وخمسة دي حضرتك أخذنا على استقبلنا في فلمانيا في فرانكفورت والحمد لله تخضرنا كان وزير السياحة برضو حضرتك كان في استقبل دكتب عنها في القرائد او الهرام حضرتك من أخبار شركة تايمز كوك أكبر شركة معروفة عالمية قد صوت معي وحديث صحفي مع الأستاذ النهال كمال ومع شادي شكر وتقدير برضو ومحضر شخصيات عامة صفراء ما شاء الله ربنا يزيلك طب بعد إذنك والسيستامل نزلي سور بقى الصلاطات كده وجوعنا شوية معاك عشان خاطر رقاش يقولي الحاجات دي عشان أنا كستي بيت أنا مش فهمة بصراحة إيه الحاجات سور برضو نعرف إن الشيف خيري وحضرتك فضل ده حضرتك طبع صلاطة عادي بما إني أنا السيدة اللي بوستيكو أنا الحاجة اللي مش هعرف هقولها حضرتك يا ربت إيه تعلق لي عليها حضرتك بطريقة جديدة وبنحب فيها الأطفال كمان عشان يعني حاجة يعني إيه اللي متقطع عليها؟ ده حضرتك خاص جرجير كابوتشة طب قولي يا كابتين تنفع للمتدربين؟ كل القدروات طب كده متناصقين مع بعض لا عارفين هدي أنا ستة بيت برضو الحمد لا عارفين بس التركيبة إيه بقى؟ قسم إيدا بقى طيب الحاجة اللي هي الفتح الشاهية بقى اللي هي نقدر نحبب فيها للأطفال والكبار برضو نحن نعمل حاجة زي هي سلطة كان عليها صوف كده؟ ده من هي مرتفع السلطات ده أعتبر مكمل غزائي ده أساسه فيها على عناصر الله كلها فيتامينات أعيضا أنك سيدة يشام هي أفضل من الوجبات الأسفية في أي عمليات ضيت أو زيادة يعني أنا عايزة نازل وزني بستخدم سلطات بس بطريقة معينة بمقادير معينة بخضرة معينة وبرضو هكذا في النحافة دي إيه؟ دي سلطة لبنة حواليات سلطة إيه؟ لبنة زيت الزيتون زيت الزيتون يعني دي جبنة ولا دي إيه؟ لا زلطة لبنة هي حوالي زوادي وصفاء يعني تخذوها حوالي ثلاث ساعات أربع ساعات مصفاء صفت هنا وبنجيب اللي هو الزعتر فلفل قبيض بسيط خالص اللي هو يعني بابريكا يعني أحاجات اللي هي إيه؟ البهارات اللي الخفيفة طيب بس الشيف عشان اللي بقى متفين إن شاء الله بأمر اللي يعني انكلنا عمر إن شاء الله بعد العيد هننزل بالموسم الجديد إن شاء الله أكيد حضرتك بقى نعمل حلقة عن السلطات مخصوصة هنعمل حلقة متخصصة للسلطات كلها إن شاء الله بإذن الله طيب اللي هي يعني خلت الكابتن خالد فعلا في حيوية تجربة الغازة عندي مميدا ومش بكسرة يعني ما عوكش في الأكل أنا بأكل الغداء مثلا عندي أحب الخضروات كلها اللي هو طبق نفسك بسيلة فصولية بطاطس أي نوع من عن طبق حتة لعن ما قدي كده مازيش عن خمسين جرام طبق روز وبنفضل الأسماك بس ما كل شك أشوف خير المواهبة دي عند حركة من الزماني هو حضرت أفعان في ستة وتسعين ستة وتسعين ستة وتسعين كنت في السفارة البريطانية في معنى السفير البريطاني وبعد عابليها كنت في رامسيس هيلتون المطعم الياباني والحمد لله ورحت وزارة البترول شركة بي أمس خدمات بتروليق بحريق موشرف تغذية تغذية وخمسناشر وخمسناشر في البحر طبعا فما بنحصل الجو اللي هو اللي عايشين فيه والحمد لله وتمليه بلضو كابتن خالد بالنسبة لحضرتك المهوب دي ملكة من عند الله عز وجل طبعا بتبقى في بدايتها من الزهرة قوي لازم حد يعني يلفت النظر اليوسكلة اليوسكلة اول حاجة يلفت النظر حضرتك بتلفت نظرك طبعا طيب المهيبة دي لما كنا عند حد ومش عارف يوصلها بلا حضرك عند مثلا في مكانك في منطقتك في منطقتك في منطقتك في الهربائية توقفت كل التدريبات وان شاء الله تفتحتني على حي البيت وان شاء الله رفع البداء عنا جميعا شاء الله قول لي ايه اللي ممكن الاولياء الامور او الامهات والاباء يعملوا مع اولادهم النشئين في التدريبات هل يسيبون براحتهم ويكملوا لما نكمل ولا فيه تمارين ممكن يقدروا يتابعوها في البيت فيه فيه تمارين ممكن فيه كل بيت فيه مكان واسع مكان واسع ممكن الاب او الام الهاجل مع نفسه كده يتمرنه يجل الجريه ابوه الجريه بابا يجريه يتمرنه رايح جاي كده ويعمل تمارين معينة اللي احنا بنبقى معرفين الناشئ بتمارين معينة تقول له اعمل اللي كنت بتعمل في التنفيل كده ينفذ ويبنس الكورة نطعها شو ههرج ليه او يتحرك بها كده يبقى جسمه بدأ ياخد مرونة يتمنى مستمر في ال لا انت الحضرك بتنصحه اللي هو يستمره اه طبعا طبعا حتى لو في البيت يستمر ما يقفش طبعا طبعا دي فكرة برضو كويسة برضو ما يقفش لو على سطح كل بيت فيه سطح ممكن يجري مره تحرك الاكدامية اللي عنده حضرتك الاكدامية عنده حضرتك بتفكر في المستقبل التورع ازاي ان شاء الله زي ما قلت حضرتك ان احنا نبدأ ناخد الموهبين وانا مش اقول ان انت عندك مفاجأة مش هاخبص للمشاهدين خلاص عشان تعطيلي سر وانا تليفوني موجود حضرتك على الشاشة اكيد اي لعيب موهب بابا او مامتو تقتصب تليفوني اجيله من الغربية اجي اخده ومرنا اهو مرنا هنا في القاهرة وجاهز ومستعد وعند الحماس والعزيمة اللي اجيله هنا دي خدمة حلوة جدا بالله العظيم خدمة جميلة يعني كده ببشر المشاهدين اه اكاديمية فعلا لها اكاديمية فعلا لها وبتساعد اه 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 اتشجع ولو في عدد لو في عدد خمستراشر عشرين ثلاثين اخد لهم ملعب وامررهم في هنا في القاهرة انت بتعشق الكورة يا كبير جدا مجمون كورة وللأسف يعني عارف كمني حلقات الحلوة دايما بتعدي بسرعة يعني ووقت حلقات يعني خلص ودايما مقولة اه 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 افلاطون صحيحة العقل السليم في الجسم السليم ما بين الغذاء وما بين الرياضة بناء جسم متناسق عنده لياقة بدانية عنده ثبات وعنده عقل جيد او نسبة ثكاء عالية ولا يا استاذ اشوف طبعا اخصص كمان حاجة استاذ اماها للكابتن خانك انه شراف الشيف خيري مع الاكاديمية للاطفال هناك واجبات دي برضو ميزة جديدة في اي اكاديمية طبعا اكيد اخصصنهم برضو اه اخصصنهم برضو في الاكلات انا انا احب بس اخر سؤال مع كابتن خالد بالاختصار انت احب تبعت رسالة ايه لكل الموهبين انهم سماعين لا بجيبات الموهبين في الكورة احب الموهوب يكون عنده ثقة في نفسه وصبر اهم شيء في لعيب الكورة الثقة بالنفسه لو كل ناشئ عنده ثقة في نفسه والناشئ مهما وصل سنه عشرين وثلاثين واربين سنة زي كده بقولش ابط الكورة لا يلعب يتبني موجود في الملعب لان الديغضة دي لا غنى عنها طبعا حياة الرياضة حياة انا بعتبرها كده الرياضة تساوي حياة هم مش عايزين يختموه بس بيقولولي يعني للاسف وقت حلقتنا خلص اعزائي المشاهدين انتظرونا ان شاء الله ان شاء الله في المسم الخامس بعد العيد على طول وكل سنة انتوا طيبين وكل سنة انتوا طيبين وشرفتهم وكل سنة ومصر طيبين وشرفنا بالكابتن الخير ان شاء الله لينا والشيف خيري ان شاء الله في خلوة شهر المبارك شهر رمضان علينا على ام الاسلامية ومصر الحبيبة كل سخير وسلام ان شاء الله نشوفكو بعد العيد على خير في برضو في برناماتكو كلمة في وصفة مع العلامية المتقنقة استاذة معها حسنا اشوفو شوكو على خير بإذن الله وفي الكنترول بقولكو ما تنسوش تخصيل قديكو جيدا وتخليكو في بيكو لومين دول الى اللقاء